مساكم الله بالخير اليوم السبت موضوعنا كالعادة السياسي كل سبت نفذت الولايات المتحدة بالمشاركة مع بريطانيا عدة غارات جوية على الحوثيين بدعم من هولندا وإستراليا والبحرين بتحالف تم تشكيله في شهر الماضي تحالف الازدهار يهدف إلى وقف عرقلة الحوثيين للملاحة الدولية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندل وقتها أثير التساؤلات بسبب وجود البحرين ضمن هذا التحالف وحيدة من دون دول الخليج أو دول العربية الأخرى والسبب طبعا وجود البحرين تحديدا هو أن القيادة مركزها البحرين في الأسطول الخامس الأمريكي اللي لا قاعدة أو المتواجد في البحرين منذ عشرات السنين فبالتالي البحرين مشاركة لهذا السبب التحالف هذا حقيقة أثار جدلا كبيرا وامتنع حلف النيتو من المشاركة فيه بسبب أنه هناك تحالف آخر موجود أو قوات مشتركة موجودة قائمة هدفها حفظ الأمن البحري في البحر الأحمر اسمها قوة المهام مشتركة CTF 153 وهناك CTF 151 و52 وهذه 53 وهناك أيضا 54 كلها في عدة مناطق بحرية حول منطقتنا منطقة خلج عربي واحدة فيها قيادتها باكستان واحدة قيادتها في مصر اللي هي 153 وأخرى في الكويت وواحدة برية في المملكة العربية السعودية كما هو موضح في هذه الخريطة لذلك لم يتضح حتى الآن سبب تشكيل قوة جديدة من قبل الولايات المتحدة لكن الأكيد أن الولايات المتحدة كانت تخشى الوصول لهذه النقطة وكانت أكبر هاجس لها وكانت تضغط على نتنياهو بأن لا يتوسع الصراع وإيران تعرف أن هذا هاجس لدى الولايات المتحدة وأن الولايات المتحدة لا تريد أن يتوسع الصراع إلى خارج فلسطين وأن لا يكون ممتد إلى مناطق أخرى لذلك لوحت وهددت بأن الصراع سيتوسع إن لم يتم رد إسرائيل كذلك حذرت المملكة العربية السعودية من أن تراخي الأمريكان وعدم ضغط الأمريكان على نتنياهو وإسرائيل سيوسع الصراع أيضا إذن هذا كان متوقعا ولكن هذا كان أكثر شيء تخشى الإدارة الأمريكية لأن بايدن أمام انتخابات قريبة بعد قرابة عشر أشهر أو ربما أقل فهو لا يريد أي حرب لا يريد أي صراع مسلح لا يريد أي حرب شاملة ولا أحد في المنطقة يريد حرب شاملة وربما يكون الضغط هذا من قبل إيران عبر طبعا ميليشياتها في اليمن وغيرها من الدول ربما يكون سبب إدراك إيران أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتوسع دائرة الصراع وإيران كما نقول دائما تجيد اللعب على حافة الهاوية لذلك هي تمارس اللعب على حافة الهاوية وضغطت على إسرائيل وأصبحت طرفا في الصراع عبر ميليشياتها في سوريا وفي لبنان وكذلك في اليمن مما أدى إلى ردة فعل عكسية ومحاولات إسرائيلية أمريكية لعدم خوض حرب شاملة الأمريكان والإسرائيليين لا تريد فتح جبهة أخرى خصوصا في لبنان لذلك نفذت اغتيالات محدودة ومؤثرة المراد منها أن توجع إيران وميليشيات إيران دون الدخول بحرب شاملة فقد نفذت أمريكا عدة غارات جوية في سوريا والعراق كانت محددة واغتيالت من خلالها أحد أبرز القادة للميليشيات العراقية التي استهدفت أمريكا في فترات سابقة فقامت باغتيالها في العراق وقامت أيضا إسرائيل بسلسلة اغتيالات كان أبرزها وأهمها اغتيال قيادي في الحرس الثوري الإيراني كان متواجد في سوريا وهو رضا موسوي الذي يوصف بأنه رفيق قاسم سليماني وشخص مهم جدا في الحرس الثوري وقائد ميداني يدير عمليات الحرس الثوري وميليشيات إيران في المنطقة فتصفية مثل هذا الشخص تعتبر تصعيد إيراني وهو مؤلم لإيران كما آلم إيران اغتيال قاسم سليماني ثم تطور الأمر وقامت إسرائيل باغتيال قائد أو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كان متواجد في الضحية الجنوبية في لبنان الضحية الجنوبية كما هو معلوم تخضع تحت سيطرات ما يسمى بحزب الله اللي هو صالح العروري ومعه بعض القياديين أيضا من حركة حماس فاعتبر ما يسمى بحزب الله أن هذا تصعيد كبير ومع ذلك اغتالت إيران قيادي في الحزب في جنوب لبنان اسمه علي حسين برجي ثم تطور الأمر إلى اغتيال القيادي المسؤول عن وحدة الصواريخ في ما يسمى بحزب الله اللي هو وسام طويل وهو صهر حسن نصر الله عمين عام ما يسمى بحزب الله وهذه كلها اغتيالات لشخصيات محددة ودقيقة الواضح منها اختراقات أمنية واسعة في لبنان وداخل ما يسمى بحزب الله وفي معقل حزب الله وكذلك في سوريا وفي منطقة هذه المحيطة بإسرائيل طبعا هذا يبين هشاشة الوضع الأمني هذا المحور وسهولة اختراقها من قبل إسرائيل إسرائيل وجهت من خلال ذلك رسائل لهم أنه لا توسعون الصراع نحن نستطيع أن ننفذ وعودنا باغتيال المسؤولين فطبعا هي بالبداية وعدت باغتيال أو هددت باغتيال المسؤولين في حماس وبالفعل قامت بخطوة بهذا الاتجاه ثم توسع الأمر إلى اغتيال عدة مسؤولين في ما يسمى بحزب الله والحرص الثوري وكان ذلك من غير إذن من الولايات المتحدة ولكن بعلم الولايات المتحدة يعني تم إبلاغ الولايات المتحدة أن نقمنا بهذه العملية دون أخذ الأذن منهم والذي لخبط الحسابات لم يكن مفهوما حتى الآن هو التفجيرات التي حصلت في كرمان في الذكرة السنوية لمقتل قاسم سليماني حيث حصل انفجارين نتج عنهم وفاة أو مقتل أكثر من 120 شخص في الذكرة السنوية لتأبين قاسم سليماني في كرمان حيث يوجد قبرة أو المقبرة المدفون فيها وتبنى ما يسمى بداعش هذه العملية أستبعد أن تكون هذه العملية إسرائيلية لأن إسرائيل تغتال بشكل محدد مسؤولين بارزين ومهمين ولا تقوم بعمليات عشوائية لقتل مدنيين إذن لماذا حصل هذا الأمر؟ يعني الأمر غير واضح حتى الآن هذه العمليات كلها أو هذا المشهد كله في إطار توسع الصراع اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي قلنا رح تكلم عن أسبوع هذا طبعا أبرز حدث في توسع الصراع هو العمليات الأمريكية التي حصلت ضد الحوثيين في اليمن والتي أتت بعد عرقلت الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر مما جعل الملاحة الدولية يعني تتكبت خسائر فادحة أو شركات الشحن الدولية تتكبت خسائر فادحة فبدلا من أن تمر في قناة سويس اضطرت أن تعبر القارة الأفريقية كلها وتمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح مما جعل الملاحة في قناة سويس تنخفض بنسبة 90% حسب التقديرات الغربية وفي أقل الأحوال وحسب التصريح المصري الرسمي من هيئة قناة سويس أنها انخفضت بنسبة 40% وبكل الحالتين هذا انخفاض ضخم وكبير جداً تسبب بالضرر على معظم دول العالم المصدرة أو المستوردة لأي سلعة من السلع تمر عبر قناة سويس وفي بداية حديثنا قلنا أن هناك قوة بحرية أو قوة مهام مشتركة اللي هي 153 المفترض أن تحمي مضيق يناط بها حماية مضيق باب المندب والبحر الأحمر كاملاً لم يتم تفعيلها فقد يكون أحد باب عدم تفعيلها هو امتناع مصر عن مشاركة في أي عملية ضد الحوثيين حتى لا تحسب على مصر أنها خدمت المصالح الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال لأن مزاعم الحوثيين أنهم يعني عطلوا فقط السفن المملوكة لإسرائيل أو المتجهة من أو إلى إسرائيل هذا احتمال وارد لكن الواضح أيضاً أن المملكة العربية السعودية تنعت على المشاركة في أي من هذه العمليات ربما لنفس الأسباب وربما أيضاً لسبب آخر أن الولايات المتحدة نفسها كانت قد ضغطت على المملكة العربية السعودية في عاصفة الحزم بأن لا تتقدم مملكة العربية السعودية إلى ميناء الحديدة وكانت الولايات المتحدة تقول أن السيطرة على ميناء الحديدة تضيق الخناق على المدنيين وستجوع الشعب اليمني لذلك منعت أو حاولت الولايات المتحدة أن لا تسيطر السعودية على ميناء الحديدة وكان هو الميناء الوحيد الذي يسيطر عليه الحوثيون والذي من خلاله يصلهم الدعم بالأسلحة طائرات مسيرة وكذلك صواريخ الباليستية وغيرها اليوم الولايات المتحدة تشرب من نفس الكأس الذي سقته للمملكة العربية السعودية وهو أن المملكة العربية السعودية تطالب الولايات المتحدة بضبط النفس وعدم التصعيد تجاه الحوثيين بشكل يضر منطقة هذا كان موقف الولايات المتحدة ضد المملكة العربية السعودية آنذاك أعتقد أن المملكة العربية السعودية ردت نفس الموقف على الولايات المتحدة فامتنعت من مشاركة بالقوة 153 بل وأصدرت بيانا طالبت فيه الولايات المتحدة للمرة الثانية بضبط نفس تجاه الحوثيين المرة الأولى كانت عندما هددت الولايات المتحدة بأنها ستقوم بعملية عسكرية ضد الحوثيين وعلى أثر ذلك شكلت التحالف الذي ذكرناه الذي هو تحالف حارس الازدهار أيضا المملكة العربية السعودية أصدرت بيانا طالبت فيه الولايات المتحدة حينها بضبط النفس واليوم أتى اليوم الذي أصبح للولايات المتحدة مصلحة فيه أن تبعد الحوثيين عن ميناء الحديدة وتبعدهم عن الساحل كاملا حتى تسلم الملاحة البحرية من تحرشاتهم أو سيطرتهم على مضيق باب المندب وتأثيرهم على ملاحة دولية مما أضرب العالم بشكل عام وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية يهمها بشكل كبير وأولوية قصوى لها أن تسيطر على البحار في العالم لذلك هي أكبر قوة بحرية في العالم وتسيطر على معظم محيطات العالم وكان أحد أهداف تشكيل القوة ومية 53 الحد من طبعا التحركات الإيرانية وكذلك تمدد الروسي في المنطقة أو بشكل أدق محاصرة التحركات الروسية في المنطقة وأيضا تعزيز تحالفاتها في المنطقة مع الدول اللي لها مصلحة بحماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب أعتقد أن الولايات المتحدة لا تستطيع بفعل كثير أمام الحوثيين يبقى بالنهاية الحوثيين ميليشيا وأيضا تبجحوا بأنهم لم يتأثروا بالضربات اللي حصلت اليوم تحديدا ربما ضربات البارحة تأثروا بها اللي كانت مشتركة بين أمريكا وبريطانيا اليوم الولايات المتحدة شنت منفردة ضربات وربما هذا يعني أن مشاركة بريطانيا كانت رمزية فقط وأعتقد أن الهدف هذا اللي هو إبعاد الحوثيين عن ميناء الحديدة يحتاج إلى النزول على أرض ميدان وحرب أوسع أو معركة أوسع من مجرد ضربات محدودة وبايدن غير مستعد لهذه المعركة وغير مستعد لأي خسارة أو تحرك قد يخسره بعض الجنود أو أموال أو خسائر حتى على الميدان تؤثر على سمعته وتؤثر على السباق الانتخابي لذلك أعتقد أنه لن يتطور الأمر إلى أكثر من هذه الضربات المحدودة ربما تزيد الضربات تتطور الضربات ربما تتم ضربات بطائرات مسيرة محاولات للحصول على معلومات واغتيال قادة فاعلين بين الحوثيين هذا يمكن أكثر ما يمكن أن يحصل في اليمن من قبل الولايات المتحدة وهذا كان سبب الضربة الأمريكية للحوثيين واحتمالات تطور هذه الضربة ترجمة نانسي قنقر